نتكلم بقى عن الشهر العقاري برضو كان فيه أمال عريضة جداً على قانون الشهر العقاري حيحل عزمة التسجيل خلال 37 يوم 14 عدو ومعتقدش أن معدلات التسجيل عليها طبعاً الشهر العقاري برضو لجنة دستورية وتشرعية لكن وفيها قيادات أفاضل ورأسها طبعاً معاي الوزير هنيدي بي يعني الرجل فاضل شوفي الشهر العقاري برضو تحدي من التحديات الكبيرة لمصر بتواجهها ومين اللي بيسجل بيته أو أرضه عملية كانت صعبة جداً الحقيقة المستشار عمر مروان من يمكنه هو وزير شؤون مجلس نواب وكان في حوار قائم ما بينه وما بينه فعنه هو عنده أمال ونواية طيبة وأحلام أنه هو ينجز في هذا المال طلب الوزير اترفض نفسه أنا مش عارف الموضوع ده بنفسه حد قالهولي بس أنا مش ميصدقه بنفسه هو بقى يصحح أو ينفي أول أول طلب قدمه هصال له مجلس نواب وزير عدل كان له تجربته في الشهر العقاري كان مساعد الوزير الشهر العقاري وكان فيه بتعاملات في المجتمعات العمرية فعنده رؤية للتيسير والتبسيط هذه الرؤية لما ترجمت في صورة تشريع الحقيقة كان فيه بعض التحفظات والمخاوف أبداها كثير من النواب المتخصصين في الأمر والحكومة يعني كانت متجهة إلى أن القانون هيحقق لنا المستهدف ونبدأ وإذا كان فيه إشكالية في التطبيق نقف له في الاجتماع بتاع مجلس الوزراء اللي هو من أسبوعين ده الحقيقة بعد الاجتماع أنا اتكلمت عمر بي مروان الحقيقة وبنحيي قرت له أنا سامع أن فيه مشاكل في الشهر العقاري وطلبت ودي فرصة بقى أن أنا كمان حتى السادة المحامين والموظفين اللي سامعيني ياريت يتعاونوا معايا في اللي أنا هقوله دلوقتي طلبت واتفقت مع عمر بي على الآن إن أولا إذا كان فيه نص من أهل التخصص شايفينه في القانون عمل لهم إشكالية فيرصد للنص يعني من لي جدول من ثلاث خنات النص مشكلة الملاحظة اللي هو شايفها أن النص ده بيؤثر بالسالب على الإجراءات إيه ويشرحنا وآثرها إيه ثم النص البديل المقترح منه واتفقت كمان معا أن أنا هروح له المكتب لأن البلمان مش منعقد واخد له هذا يعني سموه إيه بقى الواجب أو الهومورك يعني أو التقارير والناقشها الرجل منفتح لكن أنا بتمنى طبعا لازم نحن نعترف أن فيه لسه فين المشكلة بقى في الرسوم ولا في الإجراءات لا الإجراءات وروح للمساحة العسكرية وهاتم المساحة العسكرية وهاتم شعر ما ده برضو المواطن يعني عايز شباك واحد عايز أروح أنا الشهر العقاري أقول له يا عم تعالى أنت إيس البيت وقل لي المخالف أو يعني إيس البيت واعمل المساحة وخلصني لكن أنا فكرة أن أنا روح أعمل رسم في المساحة العسكرية ده ده مستحيل شوفي أقول لحضاك حاجة المساحة العسكرية يرقصها اللي هو خالد فوزي الحية حضر معايا جلسة وكان معايا فيها برضو المهندس علي المنوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة هي الهيئة الأصلية بقى المساحة المدنية الناس ده هي عملت شغل أنت عارف أنا لو حاجة بايزة هقول بايز يعني ما بعرفش جامل حد فيه شغل نحو تطوير هذا الملف كبير جدا وفيه صوفت وير اتعامل بشكل جيد جدا تدخل المساحة العسكرية جي ليه جيه عشان يعني يبقى فيه انضباط أكثر والحقيقة أو أنت تقدر تسألي أي حد من المواطنين أنت بتروح يتقدمي في المركز التكنولوجي بتقولي طلب عايزة أسجل كذا كذا هم بيتعاملوا وبيبعتولك رسالة على الموبايل أن موعد المعاينة بيبقى الموعد المساحة العسكرية هنا بقى إما أنها تنزل لك مكتب استشاري أو تنزل حد من المساحة المدنية المواطن ملوش دعوة بأي حاجة من حاجة دي المهم من أن يجيلوا المعاد الرفع بتاعه أدي كده وفيه ناس بتنزل معاينة؟ آآ فيه يعني أنا ما سمعتش لا 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 فيه فيه طب ليه ده كله ما يكونش في مكان واحد يعني يكون هناك مكاتب للمساحة العسكرية داخل مثلاً مكتب الشهر العخار لا فيه مراكز تكنولوجية هوا مكان واحد بس إيه العرقلة طب ما هو اشتراطات البنى لما جابوا الجامعة والكلام ده ما هو مكان واحد القصة مش في المكان الواحد يعني فكرة الشباك الواحد فين المشكلة؟ فين المشكلة؟ المشكلة هي أن اللي جوه الشباك بقى يكونوا ناس إيه؟ واحدة يعني أنا عملت شباك واحد لكن اللي جوه ناس ما بتكلمش بعض فهيحصل مشكلة واحد منهم مش متضرب كفاية ثم بقى بعد كده الحوكمة الرقابة عليهم المحاسبة انت طلعت انت جالك في هنا ودي نقطة مهمة الحقيقة لابد أن معالي الوزير عمر موران ينتبه والقيادات اللي في الوزارة ينتبه إليها وكل قائمين انت النهاردة تقدم لك زي ما عملنا في التصالح هو اللي كشف التصالح إيه؟ تعالي حبيبي قل لي انت متقدم لك كم طلب في مدة قد إيه؟ قد كده خلصت منهم كم طلب خلصت قد كده خلص إما انت عندك مشكلة تعالي بقى قول لي ايه مشاكلتك نفس الشيء بالنسبة للشارع العقاري من مشاكل للشارع العقاري انك لازم تكون كمان مخلص التصالح يعني يعني منتهم التصالح واخد نموذج عشرة ده ورايح بيه اللي هو أساسا انت ماخدتوش طبعا دي نسبة بس أنا قردي من الملكيات المسجلة قردي اللي هي ما فيهاش بقى مشاكل في نقل الملكية كان عندنا قصور فأنا بقول ايه كدولة بقول لما اجي اخلص في المراحل الاولى من تطبيقات الشارع العقاري الحاجات اللي ما فيهاش مشاكل زي ملكيات مسجلة زي شؤة مش مسجلة ولكن العقار له رخصة يكون اخوانا من ناحية تانية خلصوا المشاكل بتاعت التصالح ما هو بلدنا احنا اهلا ميس هنم احنا ورسين دي معقدة اوي بصراحة موضوع معقد ورسين ورسين